موقف ووضع إدارة ترامب قبل ضرب سوريا ليس كما بعد فالرئيس حسم أمره بضرورة الظهور بمظهر الرئيس الحازم الذي يقرن أقواله بالأفعال خاصة أمام ناخبيه وكذلك ناقديه وبين تصريحات وزير الخارجية تيلرسن التي تعطي فيها واشنطن الأولوية لدحر داعش وتصريحات المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي التي تزيد على تيلرسن أولوية إنهاء النفوذ الإيراني في سوريا ورؤية أن واشنطن تعتبر سوريا عديمة الأمان مع بقاء الأسد تختالط الرؤية للناظر للمشهد فتساوره الشكوك من جديد حيال ما يريده ترامب حقيقة في سوريا إلى وقت قريب لا أحد كان يتوقع أن تقصف الولايات المتحدة سوريا لكن ترامب فاجأ الجميع وفعلها تلك الضربة السريعة فتحت نقاشاً واسعاً بشأن استراتيجية الإدارات الأمريكية حيال الملف السوري شبه إجماع في الأوساط الأمريكية بشأن غياب استراتيجية واضحة لترامب في سوريا يقول مشرعون أمريكيون بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليست لديها خطة شاملة في سوريا قناعة توصل إليها أعضاء في الكونغرس عاقب اجتماعهم مع الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة ورغم تأييدهم للضربات العسكرية تلك لكبح جماح الأسد عن استخدام الكيماوي لكنهم في الوقت ذاته عبروا عن انزعاجهم من خطوة ترامب وباتت أسئلة تطرح حول شرعية تلك الضربات على اعتبار أن ترامب لم يأخذ إذناً مسبقاً من الكونغرس بذلك أسئلة أخرى تطرح حول أولويات الإدارات الأمريكية وأهدافها في سوريا القضاء على داعش أولاً أم إسقاط حكومة الأسد وهي الأسئلة التي لم يجب عليها قائد الأركان في اجتماعه مع أعضاء في الكونغرس روسيا التي علقت آمالاً كبيرة على ترامب بشأن الملف السوري أصابتها خيبة أمل بسبب الضربة تلك وأعلنت وزارة خارجيتها بأن واشنطن تفتقر إلى استراتيجية واضحة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية بالإضافة إلى غياب نظرة واضحة بشأن سوريا فإن محللين أمريكيين يقولون إن تلك الخطوة قد لا تمر بسلام على ترامب فرد دمشق وموسكو قد يأتي في صورة لن يتوقعها ترامب كما أن تلك الضربة قد تشعل أكثر حرب الوكالات الجارية في سوريا وقد يظهر على السطح لاعبون جدد الأمر الذي قد يعقد الأزمة أكثر معنا الآن من لندن الكاتب والباحثة السياسية دكتور محمد قواص مساء الخير دكتور قواص مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار على الرغم من الهجوم الصاروخي على قاعدة أشعارات التي قامت به الإدارة الأمريكية مع ذلك الرؤية لا تزال غير واضحة فيما يتعلق بسياسة هذه الإدارة إزاء الملف السوري هل بالفعل ما قبل الضربة الصاروخية ليس كما بعده أم أن الأمور من حيث الجوهر لم تتغير كثيرا أعتقد أنه لا يمكن أن نقول أن الأمور لم تتغير لكن أيضا لا يمكن أن نقول أن الاستراتيجية غائبة طالما هذا الحدث ما زلنا خلال الساعات الأولى ما بعد هذا الحدث وأن الولايات المتحدة أعتقد أنها تتلمس يوما وفيوما خطة معينة باتجاه ما تريده ليس فقط في سوريا لكن أيضا في منطقة الشرق الأوسط أنا أعتقد أن كل ما يحصل حاليا خلال هذه الساعات هو تمهيد لزيارة التي حتى الآن من المخطط أن يقوم بها وزير الخارجي الأمريكي إلى روسيا يوم الثلاثة وبالتالي الولايات المتحدة ما زالت تعول على اتفاق وتعاون واستراتيجية مشتركة مع الروس في الموضوع السوري لكن هذه المرة ضمن قواعد جديدة قواعد ترامب قواعد الإدارة الجديدة وقواعد تقول أن الولايات المتحدة لم تعد تترك الميدان السوري فارغا وهذا طبعا كلمة رددها ترامب كثيرا إدارة أوباما مسؤول عن الفراغ الذي ولد داعش وولد كل ذلك هذه الاتهامات من ترامب وبالتالي آليا رد ترامب هو أنه سيعبئ هذا الفراغ وسيكون الولايات المتحدة استراتيجية عسكرية تتواكب منها معها طبعا الاستراتيجية الدبلوماسية والسياسية الملفط أيضا أن هذه الضربة كان بإمكانه أولا أن تكون ضربة معزولة وتكون ضربة عقابية تنتهي مفعولة بانتهاء 59 توم هوك الذين ضربوا هذه القاعدة لكن هناك مجموعة من التصريحات التي تقول أن هذه لم تكن نزوة أو لم يكن موضوع استثنائي هو موقف للإدارة متصلب جدا بدأوا يتهمون روسيا بأنها متواطئة في استخدام السلاح الكيماوي وزير خارجية تيلرسون الذهب إلى موسكو ذهب بجعبة متصلبة ويتهم روسيا بأنها إما أن هي متواطئة مع نظام الأسد وأما هي غير كفوئة للوفاء بالتزاماتها ضمن اتفاق 2013 للسحب السلاح الكيماوي وبالتالي أيضا ما ذكرتم في التقرير منذ قليل حول المندوبة الأمريكية في المتحدة تصريحات الأخيرة تصريحات ضد روسيا أكثر من تصريحات ضد الأسد وبالتالي أعتقد أن كل هذه السامفونية هذه الجوقة هذه المعزوفة هي مواكبة للمحادثات التي ستتم تداء من يوم الثلاثة في روسيا ولكن هناك من يرى دكتور قواس أنه حتى لو كان هناك تغيير في موقف إدارة ترامب يبقى هذا التغيير محصورا في مسألة الأسلحة الكيموية ولا يتعدى ذلك بمعنى آخر إذا حلت مسألة الأسلحة الكيموية بشكل فعال وبشكل نهائي فإن إدارة ترامب لن تغير من سياستها فيما يتعلق بالجوانب الأخرى حتى الآن هذا جانب لكن الجدل الحاصل حاليا داخل الولايات المتحدة نفسها وأعتقد هذا تماما الذي يقلق دمشق وطهران وموسكو هو أولا يعتبرون أن هذه الضرابات هي ضد الاستخدام السلاح الكيموية لكن الولايات المتحدة والرأي العام الأمريكية تساءل وماذا عن الأسلحة الغير محرمة هل بإمكان الولايات المتحدة أن تستمر في أن تكون شاهد الزور ثانيا كل منابر الكونغرس تقول أين الاستراتيجية بمعنى أنهم ليسوا ضد الدربة لكنهم يريدون استراتيجية كاملة للقضاء على هذه الظاهرة التي بدأت تشكل خطرا على الولايات المتحدة ثالثا عندما توجه الرئيس الأمريكي إلى الكونغرس للدفاع عن قراره قال أن أدافع عن مصالح الأمن الأمريكي بمعنى هذه أول مرة الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية ورئيس الأمريكي يعتبر أن النزاع السوري أصبح يشكل خطرا على الأمن الأمريكي وهذا شيء جديد رابعا أن هناك في الولايات المتحدة حاليا من يريد أن تقوم بلاد تقوم واشنطن بقيادة المسعى الدبلوماسي وسحب الوكالة التي منحت لروسيا وأعتقد إشارة تيلرسون من أن موسكو قد لا تكون كفوئة إشارة فيها كثير من الاستعلاء وكأن نحن سلمناكم هذه الوكالة ولكنكم لم تدلوا بهذا الدلو علما أن المراجع العسكرية الروسية كانت كثيرة القلق من إطلاق 59 تومهوك واعتبر ذلك تفوق تكنولوجي لا يقارن بالترسانة الأمريكية وأيضا رد الفعل الروسي أعاد روسيا إلى منطق لم يعد به الرئيس بوتين بإمكانه أن يكون زعيما آخرا لهذا العالم أصبح ينتظر رد الفعل الأمريكي وأصبح فعلا ينتظر وصول وزير الخارجية الأمريكي لفهم أكثر لطبيعة هذه الإدارة وما تريده من الشريك الروسي الكامل في الدقيقة المتبقية دكتور محمد إلى أي مدى روسيا مستعدة أن تعطي الولايات المتحدة هذه المساحة الإضافية التي ربما تسعى إدارة ترامب إلى ملأها في الملف السوري أعتقد أن رئيس بوتين منذ سبتمبر 2015 ومنذ اجتماعه الشهير قبلها مع رئيس أوباما على هامش القمة نيويورك كان يعتبر أن هذه منطقة فارغة له فارغة من الوجود الأمريكي والوجود الغربي وحتى إقليميا كان هناك مواقبة إقليمية لهذا الجهد الروسي وهو خلال السن العام والنصف استطاع أن يحصل على مكاسب سياسية ديبلوماسية ميدانية عسكرية وأعتقد أنه بإمكانه اليوم أن يقول علي أن أحافظ على المكتسبات وأن لا أخسر هذه المكتسبات في حال كانت الإدارة الأمريكية جادة في أن يكون لها دور رئيسي وبالتالي هو سيقبل بهذه الشراكة حتى ضمن الحصص التي سيمنحها ترامب إلى الشريك شكرا جزيلا لك دكتور محمد قواس الكاتب والباحث السياسي كان معنا من لندن